اشتركوا في القناة مزارع بحريني استطاع خلال ثمانية شهور فقط تحويل هذه الارض من بقعة صحراء لا حياة فيها إلى صورة منمقة لقرية مخدرة فيها من كل قطر سلسلة خضار اصطفت اشتالها بعناية مهندس زراعي لم يفلح في اكمال دراسته وانما خوض التجارب منحه شهادة معتمدة من الارض التي رسم حالها الآني من يوم أنا صغير كله في المزرعة فالحمد الله وانت نفس ما تفضلت ونفس ما شفت كنا حين هذه تقريبا صار ليها المزرعة تقريبا ثمانية شهور أو سبعة شهور من عطنيها كانت صحراء صحراء كانت نفس ما تفضلت وشفت بعيونك أحين صار ليها داخل من ستة وثمانية شهور استويت بهذه المستوى بمجهود وطبعا فيه إرادة الفلفل البارد طبعا جميع الألوان عندي تقريبا ثمانية إلى تسعة ألوان البارد طبعا منهم البنفسجية منهم الأخضر منهم أحمر منهم البني منهم الأبيض وعدنا طبعا الهلبينو هذا الهلبينو طبعا عند النوعيتين الهلبينو البارد والهلبينو الحار وعدنا طبعا ممكن ستة وسبعة أنواع من الفلفل الحار اللي هو الفلفل الأصفر الأحمر الأسوال البنفسجي طبعا الحار بالإضافة إلى الطرشي هو توجه مبرمج تسانده جملة من الممارسات الزراعية التي أثبتت كفاءتها في قيام مشروع إنتاجي مثالي مثل هذا يرمي إلى تحسين غلة محصول محليا من أنواع عدة لخضار يجذبك لونها قبل أن يعجبك مذاقها فبالتكلفة مادية طافت حاجز المائة وثمانين ألف دينار بحريني ومن على أرض زادت مساحتها عن عشرين ألف متر مربع بني ما يقرب من خمسين بيتا زراعيا محميا ضمتها منطقة هورة عالي روعية فيها أحدث الوسائل الزراعية التي تساعد في قطف أمثل النتائج لمنتجات زراعية تم انتقاء مصادرها المائية وتغذيتها بأفضل الأسمدة الطبيعية نحن اليوم فرحانين بأول مزارع بحريني يشتقل فعلا فيه أرض هورة عالي ولمسنا وضقنا من منتجاته وهذا نعتبرها فاتحة خير لأن هذا المشروع أخيرا بدأ يطلع النتائج التي كنا نطمح لها فالمزارع حسين جعفر افتتح مزرعتها اليوم لأول مرة وماشاء الله انتاجها وفير ويكون متواجد معانا في سوق المزارعين في هذا الموسم نموذج زراعي يحتذا به من الواجب تعميم فكرته على شريحة أكبر من المزارعين البحرينيين لتشملهم مظلة الاستراتيجية التي تتبناها وكالة الزراعة والثروة البحرية بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لضمان الحفاظ على مؤشرات الانتاج المحلي من الخضار ذات النوعية المحسنة والنادرة لطرحها في أسواق المملكة نحن ممكن ننظم زيارات لبعض المزارعين يجي يشوفوا هذا النموذج ويحاولوا يقلدوه يحاولوا يعملوا كوب منه على أساس أنهم يستغلوا كل سنطي في الأرض وزارع أصناف مختلفة وفلفل بارد وحامي وخمس ستة ألوان طماطم الشير المتعددة للأنواع تقنية البيوت المحمية خطوة سيتم تكثيفها لدى باقي المزارعين من أجل الاستفادة منها في مزارعهم ومساعدتهم على تحقيق إنتاج مميز مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد عبر اتباع إسلوب الزراعة المائية التي تعتبر من أكفئ الطرق المستخدمة لحل مشكلات جودة التربة هو استصلاح زراعي لأراضي حسن استغلال تربتها التي تتمتع بخصوبة عالية تبشر بمحصول وفير ذي جودة مميزة لخضروات شتى ستفاخر بذاتها قريبا عند تقديمها كمنتج بحريني قادر على كسب ثقة المستهلك المحلي بالدرجة الأولى لتلفزيون البحرين محمد رشادات